سيل اللاجئين والمهاجرين بكل تبعاته وتعقيداته لم يتوقف عن التدفق عبر الأراضي اليونانية مشادات وقعت الجمعة بين الشرطة اليونانية ومجموعات من اللاجئين رغبين في عبر الحدود إلى مقدونيا لمواصلة مسيرتهم إلى البلدان الأوروبية الشمالية الأكثر استقراراً اقتصادياً سبب المشادات يكون في عدم سماح مقدونيا للجميع بالعبر بإسنثناء القادمين من البلدان المضطربة بالحروب كسوريا والعراق وأفغانستان وهو ما أدى إلى التوتر الذي انتهى إلى تصرفات عنفة أمس الخميس سمح لحوالي 300 شخص بالعبور على دفعات صغيرة من اليونان إلى مدينة إيدوميني المقدونية كل ذلك يتزامن مع استمرار وصول ألاف الوافدين الجدد غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء بحراً حيث أغات حراص السواحل الإيطاليون وفرق لإنقاذ نحو ألفين منهم انتشل من أحد عشر زورقاً في عرض البحر المتوسط وهو أكبر عدد من المهاجرين واللجئين خلال الأسبوع الأخيرة